والله يا أخي وصدقني وصدقني على أنه الأمر كحلسحي والله أن المجاعة جاية الإفريقيا مما سيسبب واحد تشتيت عالمية واحد الهروب جماعي الحاكم كيصر أخي هشام السلام عليكم ومرحبا بك وعليكم السلام أخي فسحا وسلامي لكل الناس اللي كتسول عليها وحبابنا والمتابعين دينا اللي كيتقوا فينا ويحترمونا ويقدرونا صراحة كانت فعلا في فترات طويلة دي الغياب ولكن كان مراها أسباب عديدة يعني كان مراها أسباب عديدة كان مراها يعني بزر دي الأمور كذلك كانت شغالات دي الإنسان اللي كيكون زواج واللي عنده عائلة واللي عنده أمور الخاصة فهذه كل عوامل الجمعات وخلقات هذه الغياب كذلك الساحة ما يعني أنت كتشوف فيها بعض الناس اللي هما فعلا يستحقوا الاحترام وتشجيع والتقدير وكين بعض الناس اللي كيغي كيرجعونا اللي كيجبدو هاد المعارضة وكيرجعوها اللي ما كيمشيوش الأمام بالمعارضة النظام وإنما كيمشيو كيعرضو معارضين آخرين هذا هو اللي يعني من الأسباب اللي خلتنا نخوي والساحة ونتوجه هو الأمور اللي هي يعني أقوى وأفضل وأحسن واللي غا تديها النظر للاستيج اللي ما بعد يعني الستيج بي فامشينا الأمور اللي هي الأمم المتحدة ومشاركاتنا كهذا أمور يعني أخرى عدارة غني عن تعريف وراء الإخوان كلها كنظن لكي تابعونا وكي يشوفونا رأي شفوها يعني الأمور اللي حققنا بفضل المجهودات ديال الإخوان يعني إخوان آخرين وبفضل مجهوداتنا الشخصية هذا ما كان ورغم ذلك يبقى الصوت ديالك والتحليلات ديالك يعني إلى غابة كتخلي وحد الفراغ ودائما إحنا يعني محتاجين لهذا الصوت ديال الأخ محمد هشام أخ محمد هشام كان بزاف ديال الأحداث اللي هي يعني طغات على الساحة المغربية خلال الغياب ديالك اللي ما علقتش لها ولكن أظن أنك رك متابع لجميع ما يحدث لا سواء على الساحة المغربية أو على الساحة العالمية فنبغيو نعرفو الرأي ديالك بخصوص ما يجري مؤخرا في المغرب ونبدأو يعني بهذا الغياب المريب ديال محمد السادس اللي مؤخرا الصحافة المخزانية ولكنك نشوفوا أنهم كيحاولوا يعني بخصوص الضغط ديال الإعلام البديل ديال المعارضة كيحاولوا يبرروا الغياب دياله أو يدعيوا أنه بصحة جيدة وما كنتشي حاجة والملكة هو كائن والأمور على ما يراموا ما كنتشي مشكل داخل القصر نعم أخي فسحة أولا بغيت نشير الواحد القادية دائما وأبدا المخابرات المغربية أو من يسير المخابرات المغربية لأن هناك من يسير كذلك المخابرات جهاز المخابرات المغربية فإلا تذكر فيه ولا يتذكروا المغاربة كاملين اليوم اللي أترنا فيه الموضوع ديال الاختفاء أو المقتل ديال الأميرة السلمة كانت هناك نفس يعني تعاملت مع الأجهزة الأمنية في المغرب بالنفس وما يكن نقول الأجهزة الأمنية يعني يكن نقول الصحافة في المغرب والصحافة بشكل عام في المغرب من التلفازة للراديو للجرائد الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي كلها هذه تحت السيطرة ديال جهاز الأمني في المغرب وهذا الشيء معروف يعني معروف للجميع يعني ناس ما غير نحتاجوش معهم بزرد الوقت باش نفهموا ما ديالأمور إذن إلا تذكرنا الحالة ديال الاختفاء ديال الأميرة السلمة وكيفاش كان الارتباك بعد ما صرحت بالاختفاء ديالها وصرحوا بعد إخوة آخرين كذلك وقلنا للناس على أن هذه السيدرة ما بقيتش موجودة ما كيناش ما كيناش وإلا أنتم داباش شعب تقولوا بغينا غير نشوفوها احنا ما بغينا والو جيبونا غير فيديو ريسنت لي كتتحرك وتمشى شفنا الارتباك أنا داك وهذه راسانة واس شفنا الارتباك أنا داك وجابوها لنا عندما نقول الببوش في سميته في مراكاش وكده وبقاوا عاود يدلوا فيديوهات آخرين ونادوا صحاب اليوتيوبرز اللي محسومين على النظام كذلك وصحابة صفراء وكذا وشفناها وراه في اليونان وراه في الشنوى وراه ما عرفين وهذاك شي كله كله كلام في كلام وكلام فارغ كلام فارغ ودازت الوقت ولا من هذك الكلام كله ما بين منه تذفت سيدا ما بينش من ذاك الارتباك لم يدر لا أثر أيوه إذن من ذاك الوقت وهذا كان هو بداية المشاكل عند الأسرة المالكة في المغرب باش نجيول لذلك الأمر هده نجيوله بتفصيل منه والديار بداية المشاكل في الأسرة المالكة في المغرب من هذاك الوقت من هذاك الوقت ديال الاختفاء ديال الأميرة سلمة ونضت حزازات داخل القسم ونضت غيرات إلى إلا تبعتي ديك الفترة احتلدة بنتغيرات لا في الجهاز الأمني ولا في الجهاز العسكري ولا في واحد بالزاف ديال الأمور اللي تبدلت فيها يعني تبدلت فيها تمت سيطرة عليها وتم تبديلها دوك الناس بناس آخرين تم طرد عدد كبير من الناس من القصر من داخل القصر الملكي تم طرد ديالهم تم طرد ديالهم لأنهم بدأوا يعرفوا بأن المعلومات بدأتك تتسرب بدأتك تتسرب للخارج للبرة واذاك الشي هو اللي ما كيبغيوش هما وقاموا بعملية ديال التنظيف عرف تيب راما خلاوش راح تردوا عدد كبير كان اللي منهم خرجوا قال لك راح بسبب كورونا تردناهم وحيث كانوا جاءوا اللقين فيهم عودوا من بعد كورونا وراح تردناه ولإنما ديال شي كله كان تنظيف لأنه عرفوا على أنه عنده مليك تسريب في المعلومات من الداخل عنده مليك ديال المعلومات كي يخرج من داخل القصر إذن اللي تولى العملية واللي تولى زمام الأمور أنا داك هو الأمير حسنى والأخ ديال هارشي وإلا تابعتوا صحافة صفراء وبعض الأقلم في المغرب وكذا وبعض الجهات كذلك لأن المغرب راح ما كتحكموش العائلة المالكة بوحدة هذه اللي يخصي فهموه لمغاربة المغرب ما كتحكموش العائلة المالكة بوحدة المغرب كتحكمو عادات ديال رجال أعمال الصهاينة باش نقول لكم من بسميته بالواضح كي حكمو عادات ديال رجال أعمال الصهاينة والإماراتيين والإماراتيين ومني كنقول عدد ديال رجال أعمال الصهاينة أنا كنقصد هنا صهاينة فرنسيين وكذلك بعض من العائلة الحاكمة ديال الإمارات عندها يد كبيرة ما يجري الآن في المغرب لأنهم شراوه المغرب شراوه النص دياله شراوه حب شراوه فلوس شراوه باش يسيطروا عليه شراوه كما كنت كتدير شينوه كما كنت كتدير شينوه الاستراتيجية اللي كنت تابعة شينوه باش شراوه هادو قاع الدول اللي الآن خسرتهم غادي نجيلكم لهذا الموضوع لأن هاد الموضوع كذلك عندو صيلام عما يحدث في المغرب كما كانت شينوه كتشريس للدول اللي إحداها مثل سيري لانكا مثل تايلاند مثل الحكومات هادوك لإحداها وكتأمن تما الباغل كيستميهم هم الموانئ لكش يعيش كتصين منوض على الرقبالة كلها الهايلة كلها باش تسيطر على العالم كيأمنوا الموانئ كذلك شنو كيجيو يدروا لديك الدولة كيجيو كيشريوها غيب وغيب شوية غيب الفن كيبدأوا يشريوها 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 يشريو هاد القطاع يشريو هذا يدمروا هاد القطاع الصغير ديال الوطني ديال الوطني ديال 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 الدولة كييدمروه كيعوضوه بقطاعه ما كيشريوه كيقول لك علاش انتو ما كتزرعوه وكتفلحو وتبقاوا تديرو الزراعة لا 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 احنا نبيعو لكو ماتش يواجد ضغية وما تضيع انت له وقت له ولو ما عنده بستراتيجية اخرى هادي باش يقبطوك يخنقوك من بعد اوكي يقول لك علاش تبقاوا ستسميت وتشريوه لا 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 نجيبوه لكذي ورخص وطحوا عليك رخاص من كده باش كيسيطروا على ديك الدولة كيسيطروا عليها وكيحكموا عليها الخناق كما دلوا الوحد العداد ديال الدول في اسيا وسيطروا عليهم الا انه الان رحنا كنشوفوه انقلابات كما اللي وقع في سريلانكا هادك ماشي امر من الله ولا حيث الشعب اللي ناد والطورة والطوار لا 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 ماشي ماشي هكك هادك تما عدد ديال المخابرات الاجنبية الدولية منهم وخابرات امريكية كذلك داخلات ما وكذا وهذا كله يدخل في اطار السيطرة على المنافذ اللي كتدوز منها الشين واللئ الناشين وعندها قضية الحزام والطريق اللي ممتدة كذلك حتى الافريقية واللي المغرب اللي المغرب له موقع استراتيجي هناك عنده موقع استراتيجي كبير هناك وغادي يوصلوا عنده غادي يوصلوا عنده غادي يوصلوا عنده اذا فالمغرب تباع باعوا وسيطروا انا قلت لك بعض الصهاينة والاماراتيين والعائلة المالكات الماء اللي ما يقدروش يستغنوا عليها علاش لانها ركشتي عارفوها علا ان الشعب كيعبد شحاجة اسمي سال ملكية ولكن ولكن الى تطورة الامور ووصلت الواحد لمنحة اخر ما غاديش يعقلوا على هديك العائلة الملكية ما غاديش يعقلوا على هديك العائلة الملكية وفي امكانهم سقطوها في 5 ديال بدقائق في 5 ديال بدقائق إذن الآن اللي سيطر أنا ذاك على زمام الأمور في القصر بسبب سياسات رعناه ديال الملك الحالي للمغرب اللي هو محمد السادس فرح نشفناه يعني ما نحتاجوش لنفسروا للشعب المغربي بزاف ولا نقول له بزاف ديال السهتار اللي عاش فيه المغرب فعلى مدى هذا معرش حال من سنة هو كيحكم فوق 25 سنة وش حالها السيف وصحا هو يحكم من 99 إلى 23 سنة 23 سنة خلالها 23 سنة كلها شفنا الوضعية المزرية اللي زاد أرجع لها اللور المغرب شفنا الحالة اللي يعيش فيها المغرب كي يقول لك بعض الناس لا والمغرب تتطور بالعكس وكده وكين مشاريع راحناك أنا هدروع ليه لا تشعر الناس ناس كي تتطوروا المشاريع يعني غربه بلوتوروتات الله يرحملك الواليدي غيب الزواق ألا غيب الزواق غيب الزواق وفاش كنقلبوا في هذا الزواق واش كي يرجع بالنفع على المواطن المغربي كنقاو لا سيفر كنقاو قاعدة الشي بعدها بش يتطور المغرب بش يتطور المغرب بش يتطور المغرب وكي يتطور المغرب عبر هذه الوسائل البنيات الزواق التي يريد خدمهم هو ما صحيح لا ونزيدك وضروري وهو الشرط فهذا استمارس كلها ضروري وشرط ما يقدر يحيدلهم تا واحد وهو أن واحد من هذه العائلة الماليكة سبعوث أممه سبعوث أممه في ذلك المشروع كما أريد أن يكون سبعوث أممه وكذلك كما أقول فيه باش يسهلوا عليهم الفروض اللي هربوا بهم الفلوس من الخارج المغرب بالليجالي أنا عندي شركة وعندي أمور وعندي أكسبور وعندي أنا مسمر خارجي وعندي شركاء وعادي نخرج الفلوس ديالي بالأورو ولا بالدولار ولا باليين ولا بالدريم ولا بالغيس نخرجوا فكитай أحققوا ديب ليف هذه المشاريع كنقاهم أول هي لا تجد داربة لأنهم يخم Bird يقضيك المنفع العامة فرها المنفع العامة وإذا كان هناك غير بعين يرمون في الاحتلال ففع المنفع العامة بعين يرمون في القائم الفلب واضح نقولوا هذي توروت بنسع نجافون ولا بنأنا شنجايحة ودمنا وهنا ودبرة يخلصو those such as a perch واش على مدى فوقها تشبنا توروت الغاد تشوفت طريقة فيها تشبنا ودبرة كلهم عندهم سانوات ما زالنا مسالين هذو خلاص غير يزيد المغربة في الشارج ديال هذو هذو الفيز ديال هذيك له توروت إلا كانت البارح بعشرة دراهم كتلقاها اليوم دابعة بقعة 25 دراهم وإذا كانت البرح في 25 عام تلقاها اليوم ب 150 درام أنا أنا في ذاك الوقت هذه آخر مرة نشيت المغرب في 2015 خلصت من مراكش من مراكش من مراكش الفاس والله خيلة خلصت قريبا 150 درام تقريبا هذه بلايسانس بلاو يعني أنا ما عنديش المشكل ولكن الإنسان المواطن المغربي اللي ساكنسمى فصل المغرب بلا وفوق هذا يزيدوا يسرقوك فصل الوتوروت ويهرسوك باربوز ويتعدو عليك ويضربوك ويتمكرك لو توروت مشكلة ترى مشكلة ترى جواز مشارش في ألف درام ديس عطاتني علمتني بأنها رغدي ندوس تميت تيس تحلي الباريال بيازي المحمدية مشيت عد المسؤولين مشيت عد المسؤولين ديالجواز راول براوريا برا مش ريكرا مرهم ريكرا مصود يالي ممشيت عندهم قلب لله معدنا ما نديرو لك تنقرك هذه الشركات تنقرك تقول لك ما عرفناش دا وكان حققوه كيفاش ديما ديما وانا قلت هاد الكلام مش حال هاد وتا واحد ما تسوق لنا أعصير في حالك أعلم غاربة أتطورات الشي أعلم الزوطة الوعرين واش دوك الازوطة التي تكسبوا فيهم شيدرهم واش دوك المشاريع الكوبرة اللي كان دوك عليها كلما يخلصوا تاريال ديال بضاريبة واش 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 لا 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 واشنا ما عنا لا أصبطارات لا مستشفيات لا مدارس لا جامعة لا لا ما نعرف شنو لا وتخيل امريكان فيها ما يفوق التعميات جامعة والوطن العربي كله كله الشي الوطن العربي كامل كامل مجموع كله كله مجموع كامل دولة بدولة فيه تقريبا شي 600 جامعة كله 600 وشي حاجة للجامعة كله 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 كامل كامل بالبيترولي بالغازي كله كاملا كاملا قاطبا وبيحشوف هذه المعلومات قاطب كامل كله اذا كان مجموعة ديال رجال اعمال القبار وديال الجشعة في العالم اللي بغين يسيطروا اللي بغين يكون عندهم الدور السيطرة على العالم منهم الامارات اللي سيطروا على المغرب والداول خيرة ديال زيد عليهم صاينة هما سيطروا على المغرب والدور خيرة دياله كي يقولك قدرنا ميناء جبل علي ميناء جبل علي كله الاماراتية كله الاماراتية ماشي ديالنا ما ديالنا العالم الله شحال من عام غا يبقى دياله نفتاش الصحافة ديالهم يروجوا للمشاريع لأساس أنها على أساس أنها مانيك لدارها وعلى أساس أنها ولأساس مؤخرا سمعتهم كي يروجوا للمغرب صناعة الطائرات وصناعة كذا بشي تقلبت على الشركة بحيث سبريت أيرو شي حاجة هي شركة أمريكية كلهم المشاريع الكبرى في المغرب كلها ماشي ديالنا راح مزيان 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 يكونوا مستثمرين أجانب يجيوا لواحد البلاد واحد الدولة ويستثمروا فيها هذا شيء قيّف هذا شيء مزيان هذا راح شيء مزيان الاقتصاد المغرب يطلع لكن ما شي يجيوا ويشريوا السيادة المغرب ويبزيوك في وسط بلادك وفوق هذا شيء غلطه الرأي العام بأننا راحنا غادين في الطريق الصحيح بأننا راحنا غادين في الطريق الصحيح الله يرحم الوالدين وشعب أضل الله الشعب ما لقي ما يأكل وانتا كتتكلم لي على التطور ديال المغرب والطرقان وعلى الديور وعلى المشاريع الكبرى وعلى سميسو واني كان نخلبوا ديب لي كالقاو المغرب كلهم مهرس مهرس وهذو كل بلايس غير من يدوزوا السياح ومن يدوزوا للمشاريع ديالهم ديال هاد الريوص اللي كان عود لك عليهم باش يهربوا الفلوس للسويسرا والباناما ولكد لباك يديد بنك المغرب منهم تارية تارية يعني الصندق الشعب والله وصناديق ديال التقاعد ديال الشعب المغربي صرطوها صرطوها الدواء الصناديق صندوق ديال الضمان الاجتماعي اللي كان لك تروجوا بأنه وغيروا به داك المشروع الاجتماعي وكذا وكذا صرطوه مكاينش مكاينش وستيواعدوا الناس أنه عن طريق داك الصندوق غيروا المشروع ديال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية نعم نعم وصندوق خالف ايوه اذا المغرب كما قلناه بقى بدون سيادة يعني السيادة دياله في ديال الناس اخرين طبيعة الحال من يكون عندك مالك فاشل بحال هذا وما عنده توزن وعاطيها غير المساريات والسيالفيات راه بردنا غيحنا اللي بردنا من هناك تاد المعارضين ونضيغوتو وكداواش نتاواش 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 نتكتموت بشجوع وانت كتتتصور وانت غادي وسيالفي ما سيالفي وكتتسارة وتشري الكريم عادل بد شوية وكالمة اما عمنا مالك بحال هذا والشعب كيموت وباع اوف كورس غديديروا فينا اللي يبغاو هاد الناس اللي كنعود لك عليهم اوف كورس غديديروا فينا اللي يبغاو كموقع زمان في يامة موله ومحفيد وموله ومعبد العزيز وموله اوف كورس غديديروا فينا اللي يبغاو ایدا ناضت هناك شرارة بين العائلة المالكة بخي بيناتهم بدهو كي شوفوا على انهم بدو كي لوزيوا المغرب بدو كي يمشي بين يديهم المغرب كي يمشي من بين يديهم ماض الأخت ديال المحمد الساديس وناد أخوها وتسلموا زيمام الأمور رغم أنفترة طويلة لتعقل كنت درت واحد الفيديو قديم وكنت في سيارة ديالي وكنت قلت على أنه حاليا مره وراجل اللي كيحكموا المغرب من الملفش تقوم بالقناة ديالك على ما أظهر أعتقد أنه مره مره تسرقات لفقناة كنت لابس جاكتك جاكتك زرقا المهم بنت المهم جاكتك زرقا وكنت فيسل طنويل وكنت وكنت وقلت بأن المغرب راك يحكموا مره وراجل ما بغتش نسميهم أنا دك ولكن قلت بأنك يحكموا مره وراجل من بعد مره غتشوف بأن محاولة اغسية لذلك الولي العهد من بعد غتشوف بأن يكتبوا في الجرائد على أن أم ولا ومرشيد بداك بغي نقالب أعتقد أنك تقول هذه محاولة اغتيال يعنينا بزاف ديال الأخوة اللي كي يدرع له هاد المسائل هادي يقول لك أنتو بامني كتجيبوا هاد الخبارة سادو نعم هي كتقاوة طلقناها علينا قلك نعم نعم ايه وادا با احنا كنقولو اللي بغا يسميسه كلار عند عقلوح اللي يزيد كمال من مخه هذا هو اللي كي بغيتغي نسأولك واحد السؤال يعني في إطارة يعني هاد السيطرة ديال لأخوات ديال محمد السادس نعم أبو زعيطر داخل المعادلة كنشوفوهم ولو طاغين في الصحة ولا تهجم عليهم يعني بحلا كينصراع معهم شنو شنو محل لهم من الإعراب أبو زعيطر راه تهم راه تهم داخلي لأن أبو زعيطر من المقربين لديال محمد السادس أبو زعيطر ذوك الإخوان أبو زعيطر من المقربين دياله وعزيز عليه دكشي ديال ديال تسعمية في المياد أنا داك في الإمارات العربية المتحدة وكنشتغل في ندي الدباط كانوا عندنا واحد مجموعة ديال البرازيليين مجموعة ديال البرازيليين كيدربوا القوات الخاصة ديال الإمارات في القواتخاصة المعسكار ديال القوات الخاصة كان بيين وBIين واحد بين و correspondent قريب عليه وهذوك البرازيليين كنعة بعرهم كله يعني ما كين غير للمق residence ديال ديال لذال مارسيو ديال ما كان شغيل غل سبوعة غل خطر. كانوا كيدربوا القتال القريب منهم حتى مغاربة كانوا توانسا ولكن البرازيليين جابوهم كيدربوا القتال القريب. كيفش يحيد لك الموسمين يدك يجرك يقلبك كيفش يحيد لك الفردي كيفا. يعني كانوا الناس وكانوا صحاحه كده. المالك دي المغريب ادى الولده الولده واحد كان عارفوه معانا كان برازيلي هو الان اللي كيدرب الولده هدك حسان كيدربو الجي جيتسو. ادى واه القصر ديال ديال سميسو. ادن. هو عزيز عليه هده 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 الاصحاب اللي زال بارسيو هده الصحاح هده من زي. عزيز عليه واش كيتشهاهم واش كيعجبوه واش كيبغي غيدي الرياضة. الله يعلم. المهم. ايه هادي غيم علومة مهم بين قوسين. فا ناد صراع ولا شتي من بعد. بدات كتكتب واحد صحافة اخرى عوثاني اللي تابع الجيهات اللي محمد السادس اللي كتسناد محمد السادس اللي كتس بغي لحقاش تمرها شي فصل شي تمر. ركين حرب بين حرب. ولا عقل في كانوا مشا وتعدى وعود على المديوري. في مراكاش. وخرجات الاعلام. غريب المقصد يعني انهم سر. ها حقاش لخواتات والخوت كين صراع مدوي. والام كتدخل من فرنسا والادي كتدير فيها بحلباهم المديوري. وكي تدخل مشاو. قلبوه. قلبوه. سمه. لا خارج مصلات الجمعة. سمه في الارض. اشتفو علي. وقالوا له زيت. ده دخل في هذا شيء اللي ما غتشوف اللي ما غدي شي عشبك. يدخل صقراسك. يا شفمتي. لان اه. هذا السديس كيمشي شكيل امه. على شو وخيطة يزيطي لفرنسا راموه. سكنا في فرنسا. وكيمشي شكيله. كايشكيله من الخوت والخرين. كيف يشكي لها وشنو واقع وكدا ودابا وولدي وغا يديروه وبغاوي كدا وبغاوي كدا تماما حتى جاولول صاف طولو عاودهما عاود من يوصلهم الصد يلا دات هوا بدا يدخل بدا يدار فيهم عزيزهم بدا يشتنصح وبدا يقولو كدا قالولو أنا نقولولك حنا اللي غادي نبدأوا نقولولك بدا ينصح وبدا يقول شنو قرصو يدير وكيفاش يقدر يسيطار عاود ويعود يدير وما يساف طولو قالولو غادي تدخل صقراسك ولا غادي نوريوك شنو قللي غادي يسير يعني اللو بيدي يلحسنا ما قادر تحد يوقفو جو والو وعلاش لأن مسنود ساوم الإمارة يعني كان علاقة عاود تماما كان علاقة عاود في شكل اخر تماما بدا يمسي فهذا هو الواقع ديال ما يحدث الان في المغرب المالك ديال المغرب مغضوب عليه وهذه الفيديوهات اللي كيخرجوا يتران نحو لكم بها دور الخرج دابة في العيد وكدا وهذه فين الخطبة ما كان الخطبة هاد العيد ما كانش اه ما كانش فين هاو كيدبح هاو ما كيصوروا تريال فوق كما قلت يا خايف وسحاوك بارك الله عليك راكش تيدك الشي لاحتين مزيان هاو كدا أنا كنشوف وهادوك حوالي كلهم بالماسكات وكدا وذلك الوليد صغير لذاكراه كبر من هكا كدابة انا كنشوف على انه هادك الفيديو تصور ايام الكورونا فاش كان يا الله داك العام اللي يجاد فيه الكورونا وجاي بمور عليك داك العام الكحل ديال الكورونا وداك الشيء تمال اللي غادي يكون تصور هادك 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 الفيديو اما الصراع اللي كنقول لك عليه كاين وديك العملية ديال الغسية اللي كتبوها كاينة وقتلوه قاع الحارس شخصية ديال هادك قتلوه كاينة هادش كله كاين الروينا نايدة عندهم الداخل وشعب المغريبي في دار يفلوه ني هاد الاخبار هادي يعني تل اعلام ديال الصحفة الصفرق يحاول كيدير واحد الحملاء مضادة بشيبين انها مجرد هارطاقات وإشاعات يجب الملك ما كاينش محاولة تشميع مكايناش صراعة مكايناش وهادي غير معارضة كارطونية غادي نزيدكم واحد حاجة اخرى غادي نزيدكم واحد حاجة اخرى بش عرف بانه يتم السيطرة على المغريب يتم السيطرة على المغريب فعليا يعني وكيديرو حتى كيتراسي وحتى المستقبل الى لاحظة معي او لاحظة الشعب المغريبي مؤخرا ماشي ما عارشان ايش حالدي في وقيل الصفل داز بلاشي ثمان شهور تسع شهور كانوا عاو ثاني تردقوا لنا ها هو الامير هادك حسان ها هو كي يحرق الخمسمائة اورو في مكاينوس في اليونان مكاينوس هذي كراني كان عارفها اينا مكاينوس دينا بحال اي بيزا في اليونان ها جزيرة كتبشي لها بالبوت كتبشي لها بالآثن بالبوت ووزرة السياحية من يقلب سعلينا مكاينوس بحال قوة بحال اي بيزا بحال اي بيزا بحال مكاينوس مكاينوس ما فيها تحاجة غرزه ولغي زديح الحفلة زديح الحفلة 24 ساعة والوطيلة وكان عارفها مزيان وكان واجه أخرجه في الإعلام وكانت ذلك ها هو الأمير أمير مصورينه يحرق لخمسمائة اورو كيف ترى كل شي يرى؟ يمكن تعقل علاجه الدراسي فوسحة ها او عامين هذه هذون؟ عامين أو العام أو المهم مهم هذه اللقطة ومن بعد غادي يخرجوا عاوتان ويقول لك وهذه البرة ها هو كده هادو كل اللاقطات كله وهذي كل اللقطاب الدبط في ماكينوس اللي كيحرق هو الفلوس وماكينوس كان عارفها مزيان ودهك الوضع اللي تمه والشامبين وكده والفوتكا ديال وكده ودهك الافلام دهك شي كله ضاير فيه البناس والانتليجنسي تمه ضايرين بالموستاش تمه كين بدل واحد كين الف واش غادي يسمحوا هما الجمهور بالعربية ولا اه اه الاجهزة استخباراتية ايوه الاجهزة استخباراتية واش هما زعم غادي يخليوا على مستوى امير يصوروه في ديك الحالة كيحرق الفلوس ولا كده شنوه كيجمور دك الحرق دي الفلوس غادي يطلع هو السويت دياله السويت رويل سويت رويل سويت راكاين عنده تموح الجنح ملكي قد الخلاف ينقالس هو على حسابنا غادي يطلع هو والدك الرويل سويت غادي يتلقى معه واحد لعشرين بنت ولا خمسة وعشرين بنت صوروه باش يشدهم الخصياتين دياله يشد يعصرهم له نهار يبغي يفنفن نهار يبغي يهدر نهار يبغي يتفنفن ولا يتفلفل يصوروهم يعقدهم له ويعلقوه منه يا شمسي ما زال ما تحكم مواله الله يرحم الوالدين هذه كلها سياسات غادية في هذه الاتجاه واستخبارات تدير الخدمة ديالها تدير الخدمة ديالها وكتوجد الملفات وكتوجد كيفاش تقبط هذا وتسكت وتلبده يلبدي يلبدي يسكت باش حتى الى وقع الى وصلات قاع الحالق ومات هذا الراجل بشي ازمة قلبية ولا مات ولا قاع بغا يقولهم أنا عارسي قاع أنا سيدي غي فارقوني أنا فارقوني أعطيوني دك رزقي أعطيوني ديالي وبعدو مني بغيتوا تحكمون توما بغيتوا تديوات شي ديوة ويعطيوه يقول له سير انت دير البزازل قاع دير عمليات دير سيرجري بدل وجهكو بدل ودير البزازل وكبر المؤخرة ديالك ويقول لي مادام ايكس شكون سا ما نعرف راه ولد واحد بنت واحد النوبل راه وساكنة في طاري في واحد القصر بدل الخلاق وصافي وغايقول له دك بيت زلينك ما غديش يقرب له أنا كان شوف هادي من القدر هادي ماشي حقيقة ولكن من القدر من الامور اللي يقدر ولكن كي وجدوه البرهوش ايلا مات هو ولا وقع ينصبوه في الحكم ويتتقلب عليهم يبدأ بهادو كينتقب لموهم هي الأولى يبدأ بهادو يبدأ بهادو يبدأ بهم مملوه فكيوجدو كيوجدو منين يحكموه منين يطاكوه هاد شي اللي كان حقاش محمد الساديس كنشوفه ما بقى صنحلتها شي حاجة نهائيا دابا أما محمد الساديس أنا قلتلك محمد الساديس مبعد مبعد من من فترة طويلة هاد مبعد وهادو كل خطابات يجا وركشفت فيه ذاك الوقت اللي خرج وسنانه مسخين وحالته لاحلت الله مبعد ذاك الساعة لتليفونات لاتصالات كل شي مم قل القالس مغضوب عليه وبحال الإقامة الجبرية عشال الإقامة الجبرية بحالك ذاك الشكل ذاك الشي اللي كان حليه ذاك الوقت شمتعي وركشفنا الحالة دي ويقرأ الخطاب هاجي نوت قعد سيرت تقرأ يلا قرأ قرأة وتفنفن ويسجله ويعاود ويبدأ يبكي ووقف ولا عاود ووقف اسيدي عاود ويعطيق قرأة ويعطيق ويعطيق الشعبين اللي حلفهم عاش المالك عاش المالك عاش المالك أما العملية غير ذلك غير ذلك اللي واقع دولياً كذلك كي أكثر على هذا الوضع هذا إنه اللي واقع دولياً وهو أنه شنوى دار التحالف إلى عقل في ورقة كان خرج ذاك الموستاج وحضو البرناماني موستاج بغل حمار واحد ما كي فقهتها ديال وزن تعقل كي أخرج عاديك غير على سبيل الضحك خرج ذاك الوقت يقولهم يقولهم أولا شاون 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 صوري ماشي وزن خرج واحد الموستاج خرج كي يقولهم إيو ده باتشي ليدار سيدناه ديال الشنوى وحنا مع الشنوى والشنوى معناه ومكونوا مع شنوى والشنوى يكونوا معناه وراخرج لما كيهلل الدول. كتجي كتشري مشاريع. وكتردك انت تعقزك انت قاح. كتقول لك جي انتش بغيت اشي كده. انا انظف لك كل شي جاهز. واجده واباقل ووقت واباقلت كل وفا وكده. وبحال دبا مثلا. دك شي اللي دارونا الاسرائيليين في مجال الزراعة والفلاحة في المغرب. نفس الديكور. بغيتوا. هما البريمية في العالم. هذي ما ينقراتها واحد. في الزراعة والفلاحة. بغيت انتو ما تزرقوا. احنا نصف لكم ازرقوا اسمهم بغيتهم ولا يحضر لكم كده. ونصف لكم اسمهم والانتعاب لكم عن ده اصاب لكم تزرقوا اسمهم دون انتو ما تفلحوا وادلوا اسمهم لكده وادلوا لح البوري وادلوا هذا. لا 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 لا. نحنا علاش. باش كي يفقدوا بشوية بشوية دكرا استراتيجية طويله طويله طويلة المدى وكتفقد الشعب بش ميح تنهار يبغي ينود يدير الاكتفاء الداتي ما يقدرش. ما يقدرش. والهوية دياله حسن ديك الفلاحة اللي كتكون معروفة عنده محليا ما كيبقاش يتقنها. ما كيبقاش يقدر يتقنها ما كيبقاش يقدر يتسيطر على على السوق كامل على 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 الحاجيات ديال ديال الدولة كاملة ما كيقدرش بزاف الأمور. مما يسهل عليهم يطيحوه فوقش كيبغيوا يطيحوه. كما دروا لسيري لانكا. قطعوا عليها الموارد قطعوا عليها. قطعوا عليها. دخلت الدولة في حالة إفلاس. ما بقى الناس يأكلوا من القوم ما يأكلوا في سيبر مارشي. ما بقى الناس يخرجوا. وعاد كيزيدوهما يواجهوهم بالفن. كين عندهم عوثيني الخلايا دياله دولي كيواجهو صحاب الفيسبوك والانترنت دقليف الشارع وكده. كيقولولهم شوف 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 سيروا القصر. سيروا البرنعان. سيروا كده. كيواجهوه. وكيمشيوا. كيصحبوا مراطحة صحابه يومين بعد سيروا الاجيش بسيطرة على الفيلم ويضعوا ليهم. يامني كاتخرب الدولة يعني واحد الفكرة اللي بغيت تكتخه. ما شي الشعبك كاتسيطر. ما تتكتوره مكاس بقاساسي راه يانكي كنقول. قوله. رك هانتاش عندنا تجارب عندك ما يصرره مشى الله مرسي ركش تشنوق. هو يا تونس هانتش تشنوقه. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين هذا اول الفيلم والشينواء كما قلنا خرش ذاك موستاش ذاك العهد باش نفكرك في ذاك الفترة اللي كانت المغرب دارت اتفاقيات مع الشينواء ومخلات مسمسه الشينواء قد ضرب على المصالح دياله اللي هي الحزام والطارق الشينواء قد ضربوا على المصالح ديالهم اللي هو الحزام والطارق ودائر استراتيجية بغين نسيطروا على الكرة الارضية كلها وعندهم افريقيا مهمة بواحد درجة لا تصور واني الشياء غادي تتخلى هاكو كي لغي خليها تسيطر على المغرب كان عارفو احنا القوى اللي مسيطرة في المغرب ايه ولكن مع ذلك الشينواء مني تقدم فلوس وتقدم بمشاريع تقدم بالزبط الأمور كاين من المغربة اللي يدخلها وتكشيف على اللي وقع را دخلوها المغربة را المالك محمد السادس قبل معهم في الأول را دخلهم ورا بدكي بدكي ينقى على رصوع بالسياسة الأمريكية بدكي يبعاد على السياسة الأمريكية المالك محمد السادس في واحد الفترة ودخل الشينواء هذا كوالي جابلو وماشي هو فعليا ماشي هو فرنسا يعني رجال أعمال ديال فرنسا ورجال أعمال كما قلنا ديال فرنسا صهاينا كذلك هم اللي عندهم مصالح كبيرة وكده ولكن المالكة أنا كما قلت لك ديما والعائلة المالكة عندهم صبعهم سمى عندهم صبع ديالهم سمى فهذا المشاريع وفهذا الأمور وفهذا كده وتابعين إلا قالوا ماكرون غادي يدير كده وماكرون هو عنده الأمريكي يجي من فوق منه الناس اللي يحكموا فعلا فرنسا علش كنا كنشوفوا العداء بين ترامب وبين لوروب وبين فرنسا ما عنده عداء معهم علش لأنهم تحالفوا في واحد لساتنا مهم هم عاش شنواء وبدوك يشوفوا المصالح ديالهم عاش شنواء حتاجة بايدن عاو ثانية جاء اسمته عاو ثانية والغالهم صفقة دي هذيك الغواصات مع الأسترالي الغالهم كامل حي دال الفرنسيس وداروا هذك داروا هذك حلف أوكوس اللي فيه قاعدوك الدول اللي قريبة على لازي اللي قريبة على الشنواء ومعش بهاش لحال فرنسا ومني كنقول فرنسا كنقول المغرب لأن المغرب غي حادقة خلفية ديال فرنسا وحقيقة الأزمة لما بين المغرب وفرنسا واش هي اللي كانت أزمة حقيقية ولا مجرد حيتشنا مؤخرا أنه فرنسا رفضت يعني حتت شيرات لبعض الأطور اللي كانين في المكسبة ديال الفوسفات نعم لأن أخي فرنسا نقول لك المصالح ديال فرنسا هي مرة تتضارب على المصالح الأمريكية والمغرب في الوسط المغرب في الوسط المغرب عاوثني كي يخاف من الأمريكان وخدبة فرنسا كي يخاف على سيني من الأمريكان على سيني الأدغوطات الأمريكية كدى كي يديرون الدك اللعبةmittة الصحراء و ... والملف ديال الصحراء وكدى وهذه كي يقوليني عاوثنيي يدير عاوثني السياسة معاكسة و كتقوليني معادية كي يشوفوها على سيني فرنسا معادية لهم وعاوثني فرنسا كتتصرف على سيني بدكي شي llamado السيطرة اللي سقدر تدير في المغرب كتتصرف سيئيا عاوثني هذا هو الصراع اللي كاين صراع للنخول مرة تصرفقه فرنسا تجيبه عند مريكان مرة تصرفقه فرنسا تجيبه عند فرنسا هذا الشي اللي كاين عارفه هو وضايخ في الوسط هذا الشي اللي كاين أبدا بالضبط أما الصراع الدولي وراهوه غادي يوصل غادي يجلدك الجواه دينا رجعي رهجع إن الصين عندها بالنسبة لها مهم جدا إفريقيا مهمة جدا إفريقيا مهم عندها الوضع في إفريقيا وإفريقيا باش تسيطر عليها كذلك وباش تاخد كذلك لما طال من إفريقيا وباش تسلسل عادية لها الإفريقيا وباش تكمل لما ما يسمى بالحزام والطارق تكمل استراتيجية دينا لأنه ما عندهمش المزاح عندهم الوقت كيديروه وكيبشيو كيخدموه على أساس ذاك الوقت كيتتبعو الخطة دينا القيوة الآن العظمى في العالم كتدارب ما بقاش بغين قطب واحد اللي هو أمريكان وما اللي يحكموا لها لا لا والذي بغين أقطابها الروسة الشينواها المريكان المريكان كما قلنا إحنا كنشوفه الآن هي كتسيطر على جميع المنافذ باش كتحاصر الشين لا شين كتحاصرها خلت لها منفذ واحد اللي هو بورما الشينواها اللي دارت فيها انقلاب عسكري باش هذا هو المنفذ الوحيد اللي بقى عند الشينواها إذن العملية تقدر تطور وتقدر تدي العالم كله الصراع نووي كبير يكسح البشرية تقدر تدي العالم الصراع بيولوجي بيولوجي حرب بيولوجية فيها يكشفنا كورونا ودك شي رابط فيها الفاعلة دي الكورونا عود نعود نقوله شفناها عودت قدرت يخرجوا لك آن آذر فيروس اللي هو واحد لدى وحد آخر ويتلقوه على النس اللي يردهم كي بتعطى في الأرض توقعوا أي حاجة لأن الصراع الدولي محتدم والبلدان اللي بحال المغرب للمغربة كيخرجوا مثلا كي يعيروا الجزائر آه لجزائر وبحال لدك واحد شتونة لدك تحفاولة كي يقول والله إلا لغي حديقة حديقة للحيوان وأكبر بلد عربي فوق الكورة الأرضية فوق الأرض هو الجزائر حديقة أكبر بلد عربية فوق الأرض هي الجزائر المشكلة ديال هاداك وبالزاف منهم تبون كي يخرجوا مثلا كي يسميسوا كي يهاجموه مثلا ذاك الرئيس ديالهم ديال الجزائر ولكن ما قلت أنا ما كندخلش أنا في سياسة وشغلهم هاداك عندهم شعبي ضبر راسه معاهم ولكن اللي كان شوف أنا اللي كان شوف من بره من الإعلام من خلال هدرع ديال هذا الراجل مثلا التبون اللي كان شوف يخش بفرنسا خرجها وحدة وش المغاربة قدرش يمسؤول مغربي ولا مالك ولا أمير ولا مسؤول يمسؤول مغربي ولا وازير ولا وازير أول يخرج فرنسا هذيك الخرجها يقول لهم أنا ما غاديشن كده وانا غا نقطع عليكم كده وانا غا نقطع المجال الجوي وانا غا نتوا واحد مديرها عندنا صحبي وهالمغرب شا نقول لك ما كيتتخدش حتى شي موقف حتى شي قضية فمثلا كنشوف وحتى في القضية ذلك المشروع ديالتنمية وكذا وكذا تم عرضه على السفيرة الفرنسية قبل ما يتم العرض دياله على المغرب المغاربة مساكن اللي واحدين في الليبيا في السجن الليبيا كنت تقول لهم أجيوه أولادكم ما بغينش يتواصلوا حتى باشي يتلقوا صراح ديالتوك لأولاد اللي في اليونان كذلك ومثال مؤخرا داك الأخونا اللي في أوكرانيا ما بغوا شي هدروع ليه ناطق رسمي باسم الحكومة قال لك لا علم لنا هو يغزو يغزو الإعلام العالمي قال لك لا علم لنا بهذا الموضوع يا أخي فسحان قلت على مدى سنوات الشعر المغربي وما الله ما تققوا بي يرتقوا بي شي أشراف ولكن قلت لهم قسما بالله إلى الدولة المغربية والمخزن بالضبط يشوفكم إلى بحل الدبان بحل الدبان يا أخي بحل الدبان يرشدك مثلا أعطيك غير ميسال بسيط مثلا الولد عبد المولى زعيقر لده ساته القوات العمومية ومواضح ومسجل وبالتلفز وعارت ما عندهم منين يهربوا قاع اصطفد القوات وجاي والولد باين كان يلعب القورة ودازد فوق منه درماته في الشللاته وشتساتله العظام ودازد عصي يكونوا نقعة شي دولة يا أخي شي دولة من الدول وتقوم الدنيا وتقعد على ذاك الولد والشعب غير الشعب غير الشعب يتتعالج ويبقالو ويشيطلو الفلس تضامن ديال المغاربة لما عملك يتضامنوا المغاربة أنا دو تضامنوا مع اكش وان اكش وان شري ولو الدار شري ولو قال لك الدار أنا دو تضامنوا مع مع عرشكون شري ولو مع عرشنو يا امو نعيمة امو نعيمة امو خديجة امو والتخرب يقلخاوي امو لك يشوف هذا واش شعب المغربية هذه الإشكالية على ذاك شي هذا كله واقع فيهم وعندك شي هذا كله يوقعهم وواله هما نقول لك المغاربة ما غيحركوا الساكن عالكارثة الكبرى عالكارثة الكبرى وإذا كيدنوا على أنه مثلا غادي يخرجوا مني غادي يقع الكارثة الكبرى وكدا وراه ما اللي غا يقول لي وكي حكموا هكي ولدي رأي يخرج رأي يخرج أنا داك وأنا قلت لك اللي مسيطرة على الأمر شكون هيا وشكون هما اللي معاها قتلوا النص فيه. أكثر من سوريا قتلوا النص فيه. إلا ما كان زماشي الشعب اللي عنده إرادة. والله قتلوا ويدوزوا فيه. ملعيه ويدزدوا له. أنت شتي الأفارقة مؤخرا. وهذه هي لعباتها هي للإستخبارات المغربية. هذه لعبات لعباتها. هذو كل الأفارقة اللي كانوا في مليل اللي سكنين في ذيك الغابة. وعلى مدى سنوات هم سكنين سما. وبعلم السلطة وبعلم كل شي. وبعلم السلطة وبعلم كل شي. ده بعدوا كلهم مجرمين وإرهابيين ومشوقفتو قلق الحانوط اللي كي سنع الخطاطف المخاطف وكذا. وكذا الخطاطف يكون ديل أي حاجة. يكون الصياد يجربين الشبكة. يكون لأي واحد مشوقفتو قلق الحانوط اللي كي سنع ذو كل مخاطف دايرينا. كاحت كي يطلع قلق بيهم. كي حاربوا قلق له يجراه. وشو عنها تكليخة. شو عنها تكليخة مش عدوا عن الراجل. هو واحد المعلومة. الناس لي ساكلين فطنجة وفكازك يقولون هذوك المخاطف كي يتباعوا في الفراش عاش في الأرض. هذوك يا صاحبي. روصا عبد الحراغة كي تسلقوا بيهم للسياج. يا أخي كي تسلقوا بيهم هذوك الشجر من غير السياج. يقدر تسلق بيه الشجرة. تقدر تسلق بيه بوتو. تقدر تجربه الصياد. يجربه الشبكة. الشبكة ديال الصيد. باش كي يجروها. باش كي يبقى يجرها دغيا. يقدر بزاب ديالسيعمالات. ماشي غي ضروري ديال سميتو. ولكن هذوك المجموعة ديال هذوك الأفارقة تم التلاعب بيهم. لحقاش هذوك الأفارقة كانوا ساكنين سنوات طوال تم وكا يعرفوهم وعارفينهم. ولكن المخزن المغربي والصحاب زمن تناعس على سميتو هذوك بخليهم تم وكتصافي. وهذوك المجموعة اللي تم ساكنين تم ضروري عندهم واحد القائد ديالهم. عندهم واحد باشي قائد. ولكن واحد زمن اللي يخدم تم ولي دير فيها سبيرة. وهو بلا ميعيق دك الافريقي ميعيق. كي يقول له برادر ها واريو برادر يو قودي يا برادر. وكذا وكيبان ديما كيعاونو. وكيطبر عليه وعطيه بكية القارو. بنا هذو الأساليب. وكذا وكيبان معه زمن ديما رجولة. هذك بحال ده هذك من يغي يبغيه وبحال ده بيديره هذ الفوضى. غي يمشي وغي عندك الراس الحربة ديالهم وغادي يقول له. آه يا صاحب يغي يقول له سبق هوا ويعرض عليه وفين كذلك ادخل له وفين كل نسي وقده. ويدخل له لفمخه. ويقول له عشيد الدير. واجمع دي نموم كاملين واجمعهم كاملين وصيروا وعصب ينقزوا كه نقزوا دي نموم على هذا. علاش هذك شي كله. غي يبغي يقنعوه يقنعو الشعوب الاوربية. باش يذكره موجه ذيك الرسالة سلوح. هذي موجه الشعوب الأوروبية باش يقنعوهم على أنه ضرورة باش نحطو حلف الناتو هنا يا فاتميتو وباش ضرورة على أنه أوروبا تهيرها مستهدفة وراه كده وراه غادي توقع فيها واحد الحالة دي اللي هجرة من إفريقيا لأنه كاين أنا قلت لك رام ما غادي تنضروينا واش لمغرب تحيك من دايتور تحرك من دايتور راسه كيفاش تحرك من دايتور راسه هادوا قاضية دي اللي باش دفعوا بالأفارقة للسياج وعطاهم هادي أوامر عليا كبيرة على المغرب وعلى فمسي أوامر كبيرة على المغرب وعلى سبليون بجوج داخل فيها سبليون والمغاربة إلا لاحتي باش نكدلك بلا داخل فيها سبليون والمغاربة راهت كين من الفيديوهات اللي سبليون كيحلوا كيحلوا البيبان العسكر دي المغرب يدخلوا يقتلوا هادو كثم فمسي كيتعاون معاو من قبل ما كانش البوليسي ولا السبليوني يقدر يحل الباب للعسكرية المغربية يدخلوا هادو ما يدير ولا يفعل ولكن شكل خصوص يدي بالدم المغاربة تماما ايه المغاربة يوصي يديه ايه المغاربة ولكن المغاربة شنك يقول لك احنا جو علينا بسيوف وبالمخاطف وكده وهادي ولكن هي الرسالة ما موجهة موجهة الاتحاد الأوروبي وإلا لاحتيك باش عربيل القادية كلها فبركة فرها المنظمات الحقوقية الدولية وفرها كده طب نضمصوا الموضوع نضمصوا الموضوع تالجزيرة وده نصد الضغرب والسلام ما أكدوش عليه قاعد ما أكدو عليه وقوي حكرو عليه عشان المواحد ما تمه ما حكروش عليه لاحظ دازو برر صافي بشا صافي هادك موجه لتبنيج الشعوب الأوروبية وباش يقول لهم بإلا ضرورة تدخل سبانيا ومليليا وكده في الحلف الناتو وباش 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 بزاف ديال الأومق منك أن نقول لها أنه صافي برغد بحلف الناتو سبتا ومليليا نعم كان السيادة ديال سبتا ومليليا ما أبقى ما كان الشي motivo ما كانت سيادة ديال سبتا ومليليا ما لا بالتعلق playlist لا من رئيس تهدور ي Lyč لم يفروش 관련ها نفس الوطنية اللي كيدلوا على السحراوة نفس الوطنية اللي كييدلوا على السحراوة ولا م rotational لا يفردوهاش لو والو مكانش تعليق لا من المالك لا من رئيس حكومة لا من إعلام لا من يوتوبر ديال المخزن لا من عياشة تال عياشة ولو كيبرروها زيرو 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 ما يهدروش ومن فوص القصر خرجوا قال لهم سانشيز أن السيادة ديال سبتاوم ليليا إسبانيا لا تناقش فوص القصر ديال مغرب برمش هاي هاي هوا ما يهدروش وما يعلقوش ولكني كيتعلق الأمر بصحراء وصحراوة وكدال إنه منتمكي هما كيديوا الفلوس ومنتمكي جرروا الفوسفات ومنتمكي جرروا بزاب ديال الأمور والميطال وديال كده منتمكي مستفدين لا تماهد راخره مع إنه الحسن الثاني هذا تصريح كان ديال رئيس وزراء الليبي في عاد مع أمر القدافي الحسن الثاني قال لها دك رئيس الوزراء ده بنجيبلك دك اللقاء وننصفتلك قال له قال له قال لأ رئيس روزان قال له علش يا أخي ما تساعدوا سحراويين يا أخي كيت قاتلهم عصد بليون أنا دك كيت قاتلهم عصد بليون ومسلمين بحنا وكدا وعروبا وديانة وحدا وكدا وإحنا أمة إسلامية قال له الصحراء ماشي ديالي قال له الصحراء ماشي مغربية قال له لو أنها مغربية وكنت دخل قال له ولكن أنا ماما رأى عندها تصريح ده بنحاول ندخل وأنا بعدين ذهبت لمغابلة الملك الحسن فقال لي سي جلود أرجوك قلت لنا أسسنا حركة البلزارة ونبني دموها لتحرير الصحراء وهذه الصحراء عربية قال لي سي جلود أرجوك أني عندي من القنابل والألغام ما يكفيني والصحراء ليست مغربية يقول جلود أن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني أخبره أن الصحراء ليست مغربية ويخرج يبدأ يقول لك أسألهم اللي ما عارفين والو غير غيم كفوعين غير بسمي سمخدات تدرهم منها أصلا ما أصلوا تزفتها ما زالك يسوفر غيم على لام مارد في المعيش وهاد الملكية في المعيش وما ما هو اسمه ومعها ذلك إذا السرعة الدولي كما قلناه غدي جر للمنطقة كاملة زيد على ذلك مغير السرعة الدولي زيد على ذلك النمود الديمغرافي المتزايد وهذه خطة خطة محكمة قديمة اللي كتنفذ غير شوية النمود الديمغرافي المتزايد في أفريقيا كله غدي يبدأ يدفع والمجاعة والتداعيات ديال ما يقع في العالم الآن كامل كله لأنه مني كنقول تداعيات ذلك الدول الضعيفة الرهيفة لهشيشة هي اللي ولا كتنفع المواطنين دياله هما الولا كتجيهم المجاعة وكتجيهم المحل الأفريق ذوك الفوصل الأفريق هادوك هما الولا هادوك عايشين بزاف مع الشين واو مع كداف ونفليا مثل الخراودش هادوك هما الولا غي يكلوا العصام مزيان ومني غادي يكلوا العصام شنو غادي يوقع ما غي يبقاش عندهم سبيل إلا شنو هو دفع نحو الهزرافين غا تكون ما عندهاش ترق ما عندهاش ترق أخرى ما عندهاش ترق أخرى سيل سيل غادي يجي للمغريب سيل هما عارفينه على ذاك الشي بغاون نايته تم راه منها على الروس وعلى شنو ولكن كذلك باشي هلكوا هادوك للسابر Wade اللي غادي يجيو لعن اغادي يجيو غا 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 رغا يجيو بالمالايين مش بالآلاف قبل مالايين غادي يوقع زحف غا يوقع احن مساء دول كانو كاي اه كتنبقه مجاعة ف覥роб افريقيا يعني فالفترة لأخيرة والله يا اخي وصدقني يعني رxa دول يعني رمشي هارتاقط والله يا أخي وصدقني وصدقني على أنه الأمر كحلسح والله أن المجاعة جاية لإفريقيا مما سيسبب واحد تشتيتة عالمية واحد الهروب جماعي جماعي بالملايين من إفريقيا نحو دول الساحلة المغرب جزائر أفريقاء الأعداد ديالهم مش كثيرة في المغرب وكنشوفوا اغتصابات اغتطافات وكيدخلوا على الناس في الديور ديالهم في بعض المناطق لأن المغربة كيدخلوهم ولكن ما كي يعطيهم مش بدائل يعني كانت كل حق في الغابة الله رحمن وهذا القضية هذه السيفوسحارة داخلها في واحدة استراتيجية كبيرة وفي واحدة وفي واحدة المؤامرة كبيرة ما شغي على ما شغي على ما يقاع ولا على السلاح ولا على فيها بزاف داخلها في واحدة المؤامرة طويلة عريضة باش غدي مسحو راوم كانوا من النهار توقع دك اسمه أبراهام هذا على الديانات وكده الديان الابراهيمية الابراهيمية هاد شي كله داخل في مخطط طويل عريض باش يبدو يمسحوش حاجة اسميه هالديانات ويتخلط يجيل في الافريكان ويتجوج بالمروكية والمروكية تجوج معه ويقولي مكان شديد يقولي مكان شديد يقولي الافريكان يديرو السريب كلوب ويقولي 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 منفس المجتمع وتتخلط الدنيا وتقولي بحال هونج كونج تقولي بحال هونج كونج ويقولي بهمتها شي في شي وكذا وصفه وحنا يستغيير اسميه الني غاي سيطر أنا دك دك رؤوس الاموال اللي غا تسيطر واللي غا تسميه ومال هدو قد يقول لي بحل دي العبيد كي خلصوه صافي وما بغينش تبقى لا ديانا ولا يبقى لا كده ولا يبقى لا قيم ولا صافي بالك عليهم تبقوا علينا لا وهذا كده سنديرو كده لا وهذا كده خادي يدمروا هدوك الأخلاق وهدوك الأخلاق والمرض كله غادي يدمروا أما الزحف نحو شمال إفريقيا راه جاي آجلاً أم عاجلاً جاي ما كيش لمزحف جاي في المغاربة وكنت قلت في واحد الوقت سابق قارت هذا شيء أربع سنين ولا خمس سنين كنت قلت لهوم غادي يوصل الوقت لغايدق عليك الأفريقي في الدار ويقول لك يا ويوي جو في درمي غلابا في هذا الصالون ديك وقلت لهوم غادي تجين تبسي فعليك واتبدلوا هدوك الكاشة بالكعفور ديالا تبدالوا تغطي بيها صحة يخص المغاربة يكونوا على بل بشي ووجدوا رسم المجاعة والأولاد الأولاد الشي اللي أي من واحد كيش يجع هذا النظام هذا ولا كيصفق له يعني بحلة كيساعدوا باش نوصلوحنا لهذه المرحلة هذه ما كانش لمزاح ما كانش لمزاح هومة هادو هومة هادو هومةальный أحب ههنم كيوجدوا لنا كي فانسي كيوجدوهنم باش يزيدوا يدمرو هدك البلاد صحة ساعة تترسوا الناس اللي كيش يجعوا هاداه المظام هادا هادش اللي كي تمام تمام يعني اللي كيدافعوا جاع اللي كيدافعوا الآن على هادية المالكية ولا هادوم المالكين ولا ولا المالك والأسرة دياله ولا بها السياسة دياله ومماتل البيع اللي يباعونا وبها الرخص اللي رخصونا وهذا الشي اللي داروا فينا عرفت في لالهاوية المغرب بأكمله بمهداوي بدوك لدوليك دا ودوليك يقول لك او رخصوا غير الوقت والناس رخدام شحال ديال الوقت خصكم شحال ديال الوقت خصكم شحال دلوقت وامن السلطة نحسبوه وحنا جاي شحال تخصكم دلوقت شحال شحال باش نقول لي وحنا ما يزلوحلين مع أبسط أبسط الأمور اللي هي المدرسة والجامعة والبستشفاء والبستشفاء وشقول لي الوقت شمانوا وقت دياله شحال تصنعوا شحال ديال الوقت شحال خصكم دلوقت شحال اللي يخصوه شحال شحال ديال الوقت بينما كنشفو المشاريع ديالي كنعود لك عليها الكوبرا وليزو طالله كنت بنوه فرمشة عين بقطقت ولي يا سلامن خل من زروعو الشارع كي يضو وكدا ولولا في بلاسة ولكن في ديالي مشاريع الخرارك فاهم ديال الشعب اللي كي يستفد منه الشعب اللي يستفد منه كدا المدرسة والوقت شحال هاتشلك هاتشلكين إذن الصراع الدولي محتدين والحرب العالمية تقدر توقع في أي لحظة غير هي شنهية دائما كما تعودنا وعودنا التاريخ الحروب دائماة اللي مدمرة توقع علي المسلمين يعني كتكون دول أجنبية كبيرة كتضارب على المصالح دياله ولكن فين كيديروا ديك المعاركة؟ ديك المعارك فين كيديروها؟ عراضي المسلمين يستطيعونها في العراق، في سوريا، في المغرب، في أي بلاد في العراضي لكي يساهموا في عبادة العرق العرق المسلمين يساهموا يستطيعونها في البلاد المسلمين ولاحظة نتقوم بفوكسي تتشبع وتلقى فعلا وتقوى التحلوفات العسكرية حتى كان هتلاير وكذا كانوا هما في الساعة مرات وكانوا يسافتونا نتقاتلوا مع هتلاير ونتقاتلوا مع لاندوشين ونتقاش ادخلنا احنا في لاندوشين وفي هتلاير وفي هتلاير وفي هتلاير يعني داهيات يختارون احنا الأساد الإفراقي الأساد الإفراقي والنمر والقتل الإفراقي يعجب لك هل كيف يكتبوا على الناس حالوفة العسكرية دي المغرب مع إسرائيل مؤخرا لأمريكا؟ نعم كيف هاش تحالفات العسكرية دي المغرب مع إسرائيل شون خلفياس ديالة؟ التحالفات المغربية مع المغرب إسرائيل اشعريا اه عسكريا، أنا قاتلك هده كله في إطار محاصرة الصين والروس هذا هو لأن العالم الان قاعد لك مقبل على حرب على حرب دولية حرب عالمية حرب لا تعني المغاربة في شيء كيف هاش حرب لا تعني الشعب المغربي في شيء لا تعني الشعب المغربي في شيء والمغرب لو أنه كان يقوده رجال يعني من الأول وكان يقوده شي رجال وشي ناس بعقلها لو أنه المغرب بعيد من أعلى هذا الأمور ولو أنه المغرب بالعكس فهذا الوقت يكون في واحد في واحد الابوزيسيون ديال الرابح هو يدير لهم الشانتاج لأن الموقع استراتيجي عنده هو يقول لهم بالله يا أخوة أنا بغي الشعب ديالي كون كده وكده وكده بحل إلي كيديرو الإماراتية الشعب ديالي هو اللو ولي يعيش مزيان يكونوا مزياني يكونوا كده وكده وكل شي بيخير عنده يكون كده ونتحالف معكم ندير معكم اللي أجبكم ولكن ديالنا كي يشوف غير لكم ديالو المشاريع ديالوه وليس حلوة غي يجيه من هدلاق فهم ما الشعب دك آخر واحد كيه ترعليه ولا كي يفكر فيه ولا كي يشوف لحظة تجويع وتفقير وتجهيل كيكون متعمد لأن منك تخلق واحد يعني واحد الفقر مجتمعي يعني الناس كي تخلق لك واحد الطبقة بحل دبا تخدر تجربها في قضايا الهجرة في قضايا الإرهاب يعني تستعملها يعني لا تتسجر في قضايا الهجرة ليس بناش بأخرى كيف يدفع بالأطفال ديالو كيف يصل العسكر قال لك هذو كل اللي كانوا يعطوهم الزرواطة وذلك شغل كله هو كي يعاونو كي يقول له هذي كي يجر معاه قال لك لذلك البوقية باش يركبوا فيها باش يهربوا الأطفال كي يصفتهم الردع يا ووصفتهم هم بالأحياء بالأحسبر ويخرج يقول لك شعبية العزيز وكذا وقايدة السميسو على العملية راه عارتي العملية راه جد حساسة والمرحلة جد حساسة النظام الملكي والعائلة المالكة كتنفض غير الأوامر الآن العاهل المغربي تقلبوا عليه تقلبوا عليه بان كنقول لك بمعنى الكلمة راه محطوط في الطرف لأنه هو مبقى عنده احتى شي دور لاش يصير رونا باش يقنعوا الناس أنه راه كاين لأنه ما بغينش ما بغينش أزمة داخلية ما بغينش تنود روينة ما بغينش تنفالة العملية وتنود روينة لأنه مما كيعرفوه النوعية دي الشعب اللي هم رباوا ومن اللي يصنعوا هذك الشعب هذك الشعب وهذا دبا اللي كاين هو من اللي يصنعوه أما الشعب اللي كان قبال في سبعينات وفي سستينات كان مختلف على الشعب اللي كان حاليا الآن في المغرب فشمسي كان مازال فيه شوية ضوء كان فيه شوية ضوء ديالة تمانينات ديالة كان فيه ضوء كان فيه الرجلة وكان فيه الشامة والعفاء والحشماء وبزاف الأمور وناس متقافين والناس كده والناس وقلقوهم بالحباس والديكساتورية كده أنا ده أما الشعب دلآن دلآن اللي هما صنعوا كذلك رخايفين هما منه وما بغيينش كذلك البلبالة تنوط فهذا الوقت هذا وتنوط لهم البلبالة لحقاشي لنازس ما غتحبسش غتولي هرب أهلية ولطالما المغرب كان عبارة عن قبائل متناحرة فيما بينها لا يحتاج عندنا الجنرال دوغول وجاء ذاك قالها جاء قال جينا القينا المغرب عبارة على صحابي ذا قبائل كتناحرة بينها تقاتل بينها وفي نياد الملكية اللي عندهار بعض القورون يعني هذا الفكرة اللي بغيت اه رأي الكتاب ديال اليوطي رأي من قرنه هما حاكمين قبل ما يجي اليوطي ty лю ممكنش فيها العلويين فالقورون هذه القورون ممكنش قاعد القاذية العلويين في القورون في القورون اللي كيقول لكй القورون ما كاناش في العلويين في القورون كيف فيها الروم الأدار часов المارينين اللي ماذا أكرم نهضر تكيري على أربعات القورون مثلا اللي فيها Das Alw 1961 حاضر ع أدوك أربعات القورو للي فيها الاسم ذالعلوين حاضرها هوق أي من وہاetrتى كانوا هذه العلويين الغالي بغت نوصل لك أن أربعات القرون مثلاً اللي كيقولوا أنهم حكموها فين هي الدولة؟ شنو بنو؟ شنو شيدو؟ من غير القرون؟ كيقول لك أن أربعات القرون أنت حاكم نهار دخلت فرنسا لقاتك يقول لك أنهم لقوا غير القبائل ما زالك أتناحر بيناسا لقوا القبائل ما زالك أتناحر بيناسا وقال جنرال دوغول قال لما ريشال دوغول قال قال لأنه هذه صفحة بيداء ونحن اللي سنكتبوا التاريخ فيها ونحن اللي سنعودوا نعجنوا هذه الأشياء ونقدوا له وهذه الفرحان هو لن نلقى صفحة بيداء ورغم الأرشيف تم تشوف ديال الحسن ثاني اللي معاده قول من اللي كان الحسن ثاني عنده 17 عام و 4 سنين و 5 سنين وفاش تقع بدأ عنده مراهق و 17 و 21 و 20 عام ولقد قولوا واقع ده هو كيشكر فيه هكا بساعة كيشكر فيه الحسن ثاني كيقول له مرسيو دوغول لك دا فهمتي يعني يعني التمجيد وكذا لأنهم كانوا قابطينهم بسريفة الفرانسيس كانوا قابطينهم بسريفة ويأويلوا ما يقول شكك والشعب كيبالوا هادوك تتطور ما يكسبينهم كيبالوا بحلزع متاريخ ديالنا وذلك شي يشرف يعني وكي ينساوا على أنه هادك اللي هو كيشكره ذاك الماليك اللي كيشكر هادك ليحدى دوغول ليحدى وعدك دوغول هو اللي قتلنا هو اللي كان ما استعمر الناس وكانوا كي يتعدوه يغتصبوننا الأمهات ديالنا والجداد ديالنا العسكر دياله وهم اللي يتفرقوا في المغرب وبدأوا يعطونا فلعصا وبدأوا يشتو ماتوا كي تقولوا عليهم عاود الاستعمار في واحد متلازم أخرى كي تقولوا الله كنا ما استعمروا من فرنسا عاود كان شوفه في ذاك الاستعماره قبل من قاع الاستعمار وكالقوا عاود الحسن الثاني ما زال عنده يا الله ست سنينه وكاي شكروي مش جدفو دوغول وقابطو قعم عمق وبين ودحطو بين فخاديو دوغول واش فيمسي وهدا وهدا هو هذا الكبير هذا أول نفيصان في الشخصية عند عند أداد العبيد وهدو اللي ما كتقدرش ما كتقدرش تتتهدر معاهم ايه كلو كغيب المغرب وتاريخ ويحنا وما عندهم امم تتاريخ تتاريخ تحديث منا لا يوجد التاريخ الإشعارة Assa التاريخ تثالي على المرابطين ومعاهد كل الناس تثالي التاريخ تثالي التائيخ هن يезжوا بالخيانة وقلبوا على أولات عمهم الأدالس بلخيانة andEEP تثالي التاريخ ودابوا يقلبوا بالخيانة وقلنا وقال هذو كنوا يفهمين حسن وهذو سلالة وعرة ينقدوها الشعب ويردونا في الرفاهي من ذاك العهد ونحن من أغنى الدول من أغنى الدول عارتي نحن نرى نقالسين في ذاك الأرض على كنز لا ومن ذاك العهد اللي يعودوا عليه الكتوبة تضرب عليهم الغبرات لو صوفوا بالقدومية من ذاك العهد وانت كتشوف الحالة المواطن المغريبي لا داخل المغريب ولا حتى تلك المهاجرين المواطن المغريبي مسكين يعني كتلقى محقور المغريبي ماذا مغريبي يعني لأخذ دام بره وعنده واحد المسؤال صابي وخصي وداخل ويجي وخصي يعطيه يسلامات ويبايع وكذا وإحنا رأسه ويقول لعم سيدي وهادي وكذا وهادي ويقول له واش ما عارسيني شكونا وكذا وخصي هو يأمن ما عنده تحقق تا إنسانية تا مواطنة المواطنة يهدروا فيها فاش كس كس كون الصحرة فاش كس كس كولو الصحرة اللي بخدا هو ملنا تدري مكي ولي مواطنة وكي ولي وقال الله واخنا تقول لك تقول لك حراك تكون كاته تاذر منتعل في الشرق تيجي بدلك السحرة كايش بدلك السحرة ولا الجزائر ليوم أخوتنا ومسلمين بحلنا بحالهم تبغي نقول لك قبيلة أنهم دابوا وكيبغي يزرك بحال دابك يقول لك أنت كتهدرك في واحد الموضوع في الشرق وتيجي يقول لك أجين تايا علش ما كتهدرش على الكابرانات علش ما هدرتيش الألعاب المتوسطية بالرغم أنه أنا ما كانت تعاطاش مع الشأن الجزائري نهائيا في القناة نعم فهمت الدليل على الخيانة ديالك هو أنك ما كتسبش الكابرانات يبغي يزرك لدك النقاش ويأنا الراجل أنا الراجل في الحرة على مستوى الحرة رانيس بعد تلك البارح هو واحد المقال ديال الحرة كيفش 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 ماذا حكوا علينا الحرة الحرة اللي يقLANت أمريكية عربية أمريكية وشي كيفش ماذا حكوا علينا وإنما كيفش 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 بعض ما يقوم به بعض المحسوبين على المعارضة كيفش قال لك المغرب يعيش كتبوه مقالم زيان ويعيش كده التخبطات والعائلة المالكة وكده وكده وقال لك والمعارضة الغير منضام jobs علينا احنا كيهدرو. معارضة غير منظمة. يا شمسي. معارضة الخارج غير منظمة. الغير منظمة. يعني. حتى قاعد منك يبغيبان شي كده. ولا كده انت كتشوف كيخرجوا لنا بحالة اللي يهدروه واللي تكلمه واللي. واللي مفروض يلتفوا وراءهم الآخرين. يلتفوا وراءهم الآخرين يا اخي. وحتى اللي قاعد يلتفوا وراءهم. يا اخي غي خد خطة حرير ديالك ولا خد للرغ Taricier ديالك. olangi معنا سترايكي لعائلة المالكة سترايكي العلوية وسترايكي للعائلة العلومية. ي MPT على وراء毮 غيمة عراسك. غيمة عراسك ولا تصوذ? وهما كي سترايكي والشخص. كي سترايكي والشخص هادك الشخص. كيıyтоб انت انا انه personas عن الموضوع عرجعني فين كنا فين كني افكرني فين كنتي كتكولي على الجزائر. قاللك عناش لما اصبית الش في الجزائر وانتك انت ماشي ماشي ماشي. مايextبت الخيانة ديالك والجزائريين يا أخي والجزائر يا أخي جيران يا أخي دولة مثل ما بحالنا بحالهم يا أخي الجزائر أكبر دولة عربية فوق الأرض على الإطلاق ماذا لو اتحدنا مع الجزائر ومع تونس ومع ليبيا ومع موريطانيا ماذا لو فكين هناك كتفهمت الصراع كتعرف على أن هناك ناس خورين لما بغينش الشعوب تتوافق مع بعضياتها ما كي وجدوها تغلدها بحت المستقبل كي خلقوا عداوة لي ما غتقدرش تصلح لي كي يولي الإنسان شي كي يسبب شي هذا الشي اللي بغاوهوما بش ما عمرها تكون توافق بين الشعوب بينما من كتس قلس وتفكر في الأمر يا أخي الجزائر والجزائريين أجدرون أجدرون يا أخي بالعكس دائما ما الجزائر مدت يد العون للمغرب يا أخي يا أخي حتى تعلموا السوى الغاز اللي كانت كسبة عندنا الجزائر كانت كتسعطيه أننا نحن الوحيدين أسعار تفضيلية للمغاربة وكي قبطوه المغاربة ويبيعوه أننا نحن لا أسعار تفضيلية كان عنده سبعة في المياه دي الغاز اللي مر عبر المغرب كان ياخد سبعة في المياه بالمجان يا الله وعادة دي المعلومة أنا عادة كان أعرفها من عندك يا الله والغاز كيوجهه لاش اللي تصنيع الكهرباء اللي كعاودي يصدروها البراعة أو ثاني وزيد وزيد ما إلى ذلك لا كيموته بجوع لك ده يا أخي الشرق المغرب كان في واحد الوقت عيش كله من خيرات الجزائر من التهريب دي الغازولين من دك كانوا يجيبوا دك الحليب دي اللحظة ودك كده ودك كده ويقول لك وحتى ده بالموصيبة أنه كان أجوندا والأجوندا فيها فرنسا وفيها استخبارات دي الفرنسا اللي كتعطيه أوامر الاستخبارات دينا والجهاز الأمن دينا اللي بدوره كان شر عنده هذو الدباب الإلكتروني اللي عنده مكدأ هذي العداوة وهذا الشر وهذا القبح اللي ما كانش هاد السفات ما كاناش في جل مغاربة اللي هما ولاد الأصل تجاه الشعب الجزائري يا أخي جزائر والجزائين شنو داروننا يا أخي لا الكابرانس يا أخي هش من الكابرانس ورنين يقول لي هاد الكابرانس يا أخي على الأقل دارون قلاب يا أخي على الأقل دخلوا للرئيس للحبس يا أخي على الأقل ما عندهمش المعدلات ديالتنمية البشرية كارثية بحل دينا يا أخي على الأقل ما عندهمش الجزائري كانشوفوه مثلا دارش نداء من شي دولة ولا كدهو سمحو فيه ولا مشرت الصفارة وما عقلوش عليه ولا قالوا له سير الله ينك ما كان عرفوكش ولا متلهمش واحدش بلاصة وخلاوه يا أخي الجزائري والجزائريين يا أخي شافوا بنت صغيرة عندي هذي الفيديو داروا هغي برانك بنت صغيرة كتصير يصبات تار والجزائريين كلهم بينما احنا المغربية بريشات والوليدات صغيرين الشوارع مش قلبين بحل الهند واللينا كي نحسوا في الشارع ما كيتباعوا يا أخي الجزائر مع ذلك يا أخي ما زال عندهم النخوة الشهامة يا أخي الدولة الوحيدة اللي كانت ساند فلسطين يا أخي الدولة الوحيدة يا أخي الجيش الوحيد في العالم الجيش الوحيد خير في العالم اللي كيقولها صراحة وفي كفزة وفي كده والعناصر دياله بلا خوف بلا مسألة ولا خوف من الملاحقة كيه الزرى يا والعلامة في فلسطين يا ولكنتو شهامة انتو ماذا العرب واذا المسلمين واذا ويطلع شي راجل من العسكر ديالنا ولا يقول فلسطين يطلع شي راجل منهم بالعسكر ديالنا ولا من الجنود والجيش ديالنا يقول فلسطين ولا يعز الرياض فلسطين الله يأمهم إلا يديهم الغدلة الغدلة شوف فين يديهم داك الساعة يجي ويجمعهم يا الأقل شعب فيه شعب فيه هاد النبل وفيه هاد الأخلاق وفيه بحال هاد forced خيتاء وبحال وبحال الصفات يا أخي راجل شعب يا أخي بالعكس نفتخروا به يكون يكون ظهر لنا يا أخي ظهر لنا على أية اعتداء ولأي حاجة يكون ظهر لنا يا أخي نقول لك يدير المساح الجزائر يدير من المغرب أربعة عار لمراس ولاخمسة وكيت الطاولي وقابا بابا 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 وعاول مصيبة يا صاحب يا أخي اللي عندهم مشاكل دي لهم داخلية يا أخي هاو ما كيحلوها أنا قلت لك هاو مع العقل الخرجو في فرنسة ولا ما يحلوها شغلوها شغلوها هاداك يا أخي ولكن احنا ما شفناش ما اسمعناش بين لك يجلسوا الناس على القراعي يضربوا الناس بالضع ولا يدروا لهم ذلك الشيء الذي يدخلهم سيلويت في الأجهزة التناسلية لهم للرجال يعلقوهم ذلك الطريقة البشعة ولا يدروا سازمان مارس ولا يدخلوا لهم ذلك الشيء عند الجزائرين يا أخي لا يدخلوا لهم يخرجوا للشوارع مع ذلك يلعون في الأول ويسيطرون ويقولون اللي يعجبهم ويخرجوا ويعبروا ويكذا ويحاولوا يتماشاوا مع ذلك الشيء كذلك لا يدخلوا الدولة تفلس باش أنتم تقلوا على خاطركم هادو اللي قد تقولون انتم الكابرانات والعسكار وكذا تما بغيتوا يخلوا الدولة تفلس وتمشي الدولة تفلس وتجي فرنسا عو تيني تحكمهم بس انتم تقلوا على خاطركم لا أخي أكينين من ضباطهم الجنود ومن لديهم اللي شوا رفاء يا أخي بلادهم هذيك وغادي يحافظوا عليها غادي يصمعوا التصوار ويصمعوا التصورة وخلاوهم كيمشوا بالمئة بالملايين في الشوارع ولا أكي أديوهم ولا وتكون هادو الجزائر قاعد نقولوا واحد دولة اللي ديكتاتورية ولك دا أجبني أنا كمغربين مشي نسبها إلا أخي تسبها باش تكون باش كنت وطني باش تبقال أجهزة الأمنية المغرب على خاطرك إلا كانت دولة ديكتاتورية ركعين أحرار جزائريين يعارضون النظام الجزائري هادو شين لك 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 وتتجاوز المشاكل هادو شوف لي انت المشاكل ديالك لكن شو ما كيطلوا على الأخر وأنا أنا شليكت بغي نقول لك وأنا الراجل جاف قانات الحرة وأستاذ ومحاضر وسياسي ولا ما عارف لو هادك الوردي عباس الوردي ولا وفق قانات الحرة وكان هادو رأينا كان هادو رأينا كان نقول في سياق تلكلام كان هادو رأينا تنمية البشرية في المغرب وكان نقول على الحقيقة اللي وقع في المغرب وعلى شنو وقع وانقز ليه وقال لك الكابرانات والجاب ده بينا الحوار معا الحرة وهو جيبين والموضوع ما فيش الجزائر قاع قاع باتات وفيه على المغرب كانت تتكرو على على المشاكل اللي نايدة في المغرب وعلى التغييرات السياسية والموضوع ومسل الزميرة ووجوع على أن أي صوت يعارض النظام ولا يعارض السياسة والتوجه للمغرب رأينا مدفوع من الجزائر وكيسل نقاز علي قال لي الكابرانات وكده خليت وقعه وثانيا أنا أنا كان بتاسم هو يقول لك مكايين شقع كيقول للكدوب بحل دك شيء كتسمع القنابي اللي كتسمع في دوزم وانا كان بتاسم هي كان بتاسم أنا غي كان بتاسم قال لي لماذا تضحك قال لي لماذا تضحك قال لي لماذا تضحك مصيبك هذه هي العقلية وهذا رأس أستاذ ومحاضر ودكتور أستاذ ومحاضر وفي الجامعة عن عرض وهذه ورأي المستوى يعني لماذا هذا كله لماذا تضحك الجهاز الأمني في المغرب صافي هذا هو يسبغ الجهاز الأمني في المغرب ويرضاوح لي قال لي قلت الكابرانات وقلت بحال دا بدك تحفق قلت الكابرانات لكي يرضاوح لي هذو اللي في الصفارة ولي في القنصوليات ولي في كدا ودوك المغاربة الجهلة اللي كيتحبون الجزائري هي العدو الأمثل دينا وهي بينما هي ماشية ماشية الجزائر العدو دينا هي فرنسا وهذا عدو دينا الجزائر مع المغرب أنا مشتتطورات إلا بعد تستطيعها هذا الشيء اللي كين هذا الشيء اللي كين وراك عارف لحقا شنا بوتلك را اللي كي يخطو اللي كي يطبخوه راهم في باري غالسين راهم في لشاطو في باري غالسين واشمسي وفتيل آفي في غالسين وكاي سيفطو دك السعارة عندهم الجنود ديالهم شكونوا ما الجنود ديالهم ومالي على رأس الأجهزة الأمنية دينا في المغرب وكدا واشمسي هم هادو كي يصير طولهم ينفدو الأجونده يعود هادوك كيفاش كيديرو عود كيمشي وعود ثاني عندهم عندهم الأدروع ديالهم وعندهم الراسين ديالهم جودور ديالهم فين هادو الخلايا الإلكترونية هادو الصحف الصفراء هادو القرع راسل بصلاع عرسي للرمضاني هادو كده هادو كي تلقوا عليه كي تلقوا ذلك الشي اللي يسبرده وكي يخليهم وما يطبلوا بحال اللي واقع في مصر هادو أحمد موسى هادو معاشكون هادو معاشكون هادو معاشكون وكي يخليهم وكيخليهم عمرو قديب هادو أخر ونشأت به وكي تلقوهم ويخليهم يضربوا لي بارد البنج للمغاربة ويصوروا لهم على أنه العدود يمنى اللدود وما الجزائريين اللي هم مسلمين بحان نخطط كل مجربي هادو ماشي هما الصهايين اللي دخلوا للبلادنا والدوالنا بلا 건حسونا وماشي هما الفرنساس اللي لو ما سيطروا علينا سنوات هذه كنت واحد النار كنت غادي واحد النار كنت غادي ما عرش فين كنت غادي لا أريد أن أريد أن أرى سيد المسكين مهم يبكي ومدورين على الناس أنا أريد الشارع في المغرب أريد أن أرى ماله وقفية رجل كبير وكيبكي مهم كيف يسولوا الناس قال لهم أولدي كنت أريد في الطاكسي حطيت الساك ديالي أدورت رأسي ـ ذهل وقفية لا يجب أن أريد أن أسقط ذهل ج globe تعطي البدر لا يوجد وعي في مغاربة الناس بالوضوع الحقيقي الذي نعيشه ما عارفينش لا لا بل مصيبة هو اللي قلت لك هو اللي جاي لأنه الشي اللي واقع دولياً عنده تأثير كبير على المغرب لأن المغرب كما قلت لك في اللاول والفونة العقز والفونة ما تزرعش ما تديرش ما تكداش والسورد هادي جيبها من الهي هادي يخدامنا هنا هادي كدا ما تقاوش علموش البغاربي يديروا الاكتفاء الداسي كله غاين عاقز غادي يحسو به من بعدها هو جاي وستو دابا مني غادي مني ناضة امريكان ناضة نودا الشينواء عاد غا تشوف دابا اللي غا يوقع لا لا فريق كلها وعاد المغرب منهم زيد على ذلك الهجمال اللي غا يقتلك السل اللي غا يجيب المجاعة لأن المجاعة غا تضرب غا تضرب معظم دول الحازقة زيد على ذلك الولى لسيس المغربي اللي ما غا يكون موجه للدفاع على المغاربة هيكون سيستخدامه في حروبين لا تعني المغاربة هادي الشي اللي كاين يعني ما عندك سماية ما عندك سماية ما عندك دولة هادي الشي اللي كاين جيس المغربي يشوف ولا أنا كنقولك شي قيوة ومسا يطرع لاسي جوز جنرال لتنملا ثلاثة من الجيس المغربي باش نهار قاع العائلة المالكة قاع ولا يبغي شي واحد فيومين فينف ولا كدا وعندهم قابطين واحد ولا جوجوا لثلاثة قابطين انا وراهم داب خدامن مع الأائلة المالكة جوجو لثلاثة وكاينين واوكي ومتى واحد معا تب إليس ويا lazım لكن عندهم انتصالات معاо الجئات اخرى باش نهار قاع عمي . باش نهار قاع عم تقدиной في favour بالبrauen يقلبوه عليه يقلبوها 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 داقة الساعة يقلبوها واغايدي يصورو على انهo الشعب اللي طار commands وقلبوها يقلبوها على مصالح ودول كبيرة وأمور كبيرة وأنا قلت لك المجاعة اللي جاية للمغربة غادي تخرجهم للشوالع وغادي تخرج ولكن المصيبة والطمة الكبرى رأني قلت لك هو السيل اللي جايهم من إفريقيا اللي غادي تسبب مجاعة مما كبيرة ما عنداش الماتية وغادي توليك تدفع بالناس الهجرة الفين غاديا غاديا الشمال إفريقيا غادياو غادياو وغاديا عارتي رأى مالم الشعب المغربي يوعى يوعى وينوت ويخرج في مظاهرات علش كنقوله سلمية علش كنقوله مظاهرات سلمية مظاهرة سلمية باش يحرج العالم باش ميلقى ما يدي منين يدوزله باش يحرجوا العالم كله يحرجوه ما يلقاوش منين يدوزله باش نمسي مظاهرة سلمية ويطالب إسقاط النظام ويطالب إسقاط تبعية تبعية يطالب إسقاط تابعية الأنظمة هذه الدكتاتورية اللي حمات النظام الدكتاتوري اللي خلاته تلدبا تلدبا ويحاولوا والشعب لازم يتحد مع الجيران دينا اللي هم مسلمين بحالنا اللي هم الجزائر اللي هم الصحراوة اللي هم الموريطانيين أنا داك تقدر يكونش يتغيير في هذه المنطقة أما إلى غيانة الشعب وطار وطيح الملكية فأعلامه وطيح الملكية وكذا غادي يستلمها العسكر دينا عاوسين وما يستلمها العسكر دينا غادي يحطولك عاوسين يشي بحد أخر مهم ما غاديش يوصل للشعب المغربي لديك الديمقراطية اللي كيحلم بها ودك الشي اللي يزع ما باغي هو مشكلة أنهم ما كيحلموش بالديمقراطية كيش جعيك بالسوريا أصلا هم نعم ما الشي اللي كي فأمسي رحنا شفنا تجارب ديال سوريا شفنا تجارب ديال ميصر شفنا تجارب ديال يعني وخاي صحابهم ومرأهم داروها وقلبهم وراء ما لم الشعب المغربي والعقلاء منه الشعب المغربي يوعى ويعرف على أنه أول نقطة وهو مسح العداوة مع أخوتنا الجزائيين تمسح العداوة معه ما سبقاش ونكون أمة وحدة نكون أمة وحدة تم أمة وحدة مع الصحراويين أمة وحدة مع الموريطانيين تم ما قدر يكون شي تغير غير ذلك غير ذلك والله أولدي وأنا قلت لك ويسقط النظام يسقطه قاع العسكر المغرب ولا توقع شي ويسقط ويتحيد كله وقسمين بي الله ما غادي قبطاسه واحد من الشعب اللي كيسحابهم وما نبلس قطوره هما غادي وصافي وغادي الديمقراطية وغادي ومزين غاسبقى حروب أهلية إلى ما لا نهاية ومن بعد غادي القوى العظمى غادي تحق ذلك الحكومة اللي بغت هي وذلك الشي اللي بغت يكون هي اللي غادي وشي اللي غادي اللي بغت الشعب يكون ويكون على يقين يعني ولي الحقيقة أخويا هذه الحقيقة وقد نظن رحنا على موارد شي كلمة ختامية إذن الكلمة الختامية هو شكرا أخي فوسحا على هذه الفرصة تحتينا هذه الفرصة هذه وشكرا لحسل السماع يعني وصراحة تحتينا نخرج نتنقش مع الناس اللي عندهم عقلي واللي عندهم أفكار واللي عندهم الناس اللي كيسنطن واللي يعني في المستوى وشي قدي نقول لك مدى بنا مرة مرة نديروا هذه اللقاءات كسوام القناة وقناة 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 ويعني ونحاول نقول لك الشي اللي كان عارفه داب عقل هاد الهدران اللي كان قول ومني قل الدابة وداب غير عقل غير عقل ومني قل الدابة راه غادي يقدروا المخطح الملكية وكدورة القيوة العظمى غادي قول لك هاي خرجوك شي غادي قول لك هوا المخطحية ما بغوش الملكية الطاح هوا مطيدفوا الملكية عارف مصيبة ولكن ولكن الحقيقة والوضع الدولي هو هذا والتجارب اللي شفنا هي هذه ولا لازم الإنزاني بولتش هذا ولي الواقع هذا ولي كان شوفه أمامنا إذن شكراً على حسن استماعات على اللقاء وشكراً على الحضور ومبارك الله فيك وإن شاء الله في لقاء قادم نعود ونشوفه إن شاء الله وشكراً لجميع المتابعين إلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم عليكم السلام